ندخل على السؤال الثاني السلام عليكم لو سمحت يا دكتور ابني عمره سنتين أهلا وسهلا والحد دلوقتي ما تكلمش حلو وديته عند دكتور تخاطب فبيقول ان ده يعني حرمان بي ايه وعنده الطفل ده برضه عنده الخصية المعلقة وقلت اعمله العملية الدكتور قال لي المفروض لما يكمل ثلاث سنين هل كده مفيش خطورة عليه يعني هو طبعا الطفل عمره سنتين تمام طبعا انا فيه اخطاء بسيطة كده الهوية بس انا ايه يعني مستنتجة على طول يعني خصية مثلا مكتوبة غلطة او كده طيب مبدئيا وعمري سنتين مش متأخر في الكلام مبدئيا يعني تمام بس حضرتك او حضرتك صح اصحاب السؤال سواء ام او اب او الاتنين عملتوا عين العقل انك روحتوا لدكتور تخاطب هو طبعا دكتور تخاطب مش تخاطر تمام كده بس انا عايزة لفتنظركم لحاجة مهمة اوي وكل الناس دلوقتي اللي عندهم اطفال في العمر ده يركزوا معايا اوي فيه فرق كبير اوي ما بين طرق تعبير الطفل يعني ان الطفل بيبقى بيعبر هقول لكم ازاي دلوقتي ونطق الطفل ده للحروف او الكلمات هقول لكم ازاي يعني ان الطفل يعبر عن مثلا ان هو شبطان في حاجة هتلاقوه هو هتلاقوه يزرق ويمسك ويمش عبر هو كاب يعبر لما يبقى متدايق من حاجة هتلاقوه بيعبر لما يبقى مبسوط من حاجة هتلاقوه بيعبر فهمته قصدي فيه فرق ما بين عدم قدرة الطفل على التعبير ودي حاجة خطيرة جدا بس هي في السؤال ده الحمد لله مش موجود وعدم نطق الطفل للحروف او الكلمات لا فيه فرق شاسع لانه نطق الاولى مبدئيا فهم الطفل لمعانا الكلمات اهم بكتير اوي من نطقها كده كده هينطق طالما السمع كويس لما روحتوا للدكتور بقى قال لكم مصطلح اسمه الحرمان البيئي وادعو من الله يعني زي ما كنتوا كده حضراتكم عندكم وعي وروحتوا للدكتور بتاع التخاطب المتخصص في امراض التخاطب هو تخصص محترم جدا يكون شرح لكم يعني ايه حرمان بيئي وانا بشرح لكم وبشرح لبقية الجمهور اللي بيسمع معانا الحلقة وبيشوفها الحرمان البيئي ببساطة هو وجود الطفل في بيئة تمنع إجباع حاجات أو متطلبات الطفل اللغوية المنع ده بيكون كافي للدرجة يعني منع بطريقة كافية للدرجة اللي تخلي الطفل ده غير متمكن من معرفة الأشياء المحيطة به وبالتالي التعبير عنها يعني الطفل أصلا في حالة الحرمان البيئي بيكون مستقبل فقط خلاص وفي أغلب الأوقات بيبقى مش عارف أسامي الحاجات أو استخداماتها من أهم الأسباب اللي تعمل موضوع الحرمان البيئي ده انشغال الأم والأب عن الطفل وإن الطفل ده يبقى متساب ترك الطفل يعني على طول كده أو معظم الوقت للتلفزيون أو التابلت أو التليفون فاكرين زمان عملنا حلقة مهمة قوي فيه حكى أن عملت مشاهدات بالملايين الموضوع ده لما قلنا أنه أحيانا التليفون الأطفال تلاقيهم مسكين التليفون على طول والأهل يوم بيستسهلوا يقولك عشان ما بيجبطش ما يجبطش وما يوجعش دماغنا فسايبين له التليفون أو سايبين له تابلت أو كده فتلاقي الأطفال دي تتأخر في الكلام أيوة ده الطفل ده كده عنده علامة أو عنده يعني ملبح من ملامح الحرمان البيئي الحرمان البيئي كمان ممكن ياخد شكل عدم اختلاط الطفل بأطفال تانية وده بيحصل لما الطفل ما يروحش الحضانة في السن اللي يسمح بكده وقلت لحضراتكم قبل كده وبكرت أن مرواح الطفل للحضانة مش مرتبط أن حضرتك كأم تكوني أم عاملة لا ممكن تكوني سيدة منزل أو رب تمنزل وابنك برضو يروح الحضانة هو لازم يروح الحضانة وطبعا المعادل المثالي أنه بعد نهاية السنة التانية ده بيساعد جدا على تنمية مهارات الطفل اللغوية والاجتماعية فالطفل اللي ما بيروحش حضانة في السن المناسب أو أنه ما يشوفش الناس يعني ما بيخرجش وما يشوفش الناس الطفل ده يعاني من الحرمان البيئي وبالتالي يتأخر من الكلام الطفل اللي بيعاني من الحرمان البيئي هو طفل طبيعي يا جماعة في الأساس يعني طبيعي في تطور الحواس والمهارات لكن كل الموضوع إنه موجود في بيئة أو ظروف غير محفزة على التطور اللغوي يعني ببساطة تدارك الأمر وإصلاحه لما سمعنا بقى هو نبتدي بقى ننفذ ما يبقاش الطفل ده في بيئة أو موجود في بيئة محروم لغويا من التواصل وإنه يتعلم وإحنا نقول له أسامي الحاجات وكده لما ده نعكسه أو نعالجه هيخلي الطفل ده الظروف دي هتخلي الطفل يتكلم عادي جدا الجزء الأخير بقى من السؤال أما في موضوع الخصية المعلقة فالمفروض إنه حسب الأراء الطبية يعني معظم الأراء قالت إن إحنا المفروض ما نتجاوزش نهاية العام التاني تمام؟ هو في السؤال قالت إنه الدكتور قال هعمل له العملية بس بعد نهاية السنة الثالثة أغلب الأراء الطبية قالت بعد نهاية العام التاني لكن يبقى القرار النهائي على ذمة أو على مسئولية الدكتور اللي شاف الطفل فعلا واللي قرر المعدة تمام؟ وطبعا برجع وأقول إن التخصص المسئول عن علاج الخصية المعلقة هو تخصص جراحة الأطفال وليس تخصص الأطفال أو الجراحة العامة في تخصص كده معتبر اسمه جراحة الأطفال عشان كده نصيحتي أخذ رأي طب تاني يعني رأي طب تاني يعني في موضوع الخصية المعلقة إحنا سمعنا من الدكتور نشوف دكتور تاني متخصص برضو في جراحة الأطفال إذا قال لنا نفس الكلام خير إنما إذا كان عنده رأي تاني اللي هو جاهة نسمعه